أسباب الفشل هم ذكروا جزءهم من عدها أنه إحنا كنا نشتغل على أيام الوفرة المائية يعني مثلا لما نجي على زراعة العنبر زراعة العنبر كان أنه يقول لك أنا أطوفي حسا الفلاح نفسه بدأ يتغير عقليته بدأ يتغير أنه أنا ما عندي مي لازم أشتغل بطرق الرأي الحديثة شوف الحكومة وحدها يعني حسا جزيل الشكر لوزارة زراعة أنه مثل ما قاعد تصرح أنه 6 ملايين شجرة كل يزيل بس هاي 6 ملايين شجرة إذا احنا نعتمد على حكومة وحدها أنه هي تغطي هذا الموضوع فما رح تتوصل شيء بالنهاية الحكومات تتعاقب حكومات أنه تروح حكومة وتأتي حكومة ثانية كل حكومة إلها رؤية معينة إلها وإحنا مشكلتنا يعني على مدى السنوات الفاضل أصدنا بعقلية حكومة ردودة فعال مو حكومة فعل إنه موضوع صار رأي عام صارت حارة صار نزول ماء خلصة عملية تسجير صار موضوع محتوى هابط ما طلع قانون محتوى هابط فصار أكو ردود فعال بردة الدنيا نسى التسجير نسى التسجير بالضبط فالموضوع ما يصر أنه يشتغل به كرة تفعل لازم أكو خطة استراتيجية لمستعسة سنة جاية طبعا هذا الموضوع بالتعاون مع القطاع الخاص بالتعاون مع الفلاحين بالتعاون مع الهاي لازم الكل يحس مسؤوليته تجاه هذا الموضوع شغلة أخيرة عملية تسجير العراق كله هو موضوع حزام الأخضر موضوع مهم بس أكو ناس يطلع عليك يقولك أنه أنا أروح أزرع على الصحراء كلها لا حبيب ما تزرع على الصحراء كلها الصحراء هي منطقة من الأزل هي صحراء إذا أتت تغير الديناميكية والجغرافية مالتل الصحراء رح تأثر عليه هواي أمور بيئية أنت في غنى عنها فلازم أكون يرجع أنه مخطط إلى ما كان في السنوات السابقة إلى ما كان المفر المائي موضوع المي موضوع أساسي أكون شغلات ثانية إذا لا نستطيع أن نحصله بالمي بالنهر نستطيع أن نحصله بالمطر موضوع الاستمطار الصناعي والاستمطار الصناعي تطور ليس مثل قبل أنه طائرات وطرق حديثة وحتى جامعة بغدار طلعوا بحث حول أنه طريقة الاستمطار الصناعي اللي يصير ممكن بالعراق موضوع المي موضوع أساسي لكل العراق إذا اختفى المي أي مشروع من ينجح